ازايك؟ ازايك انت؟ اللي النهاردة كل ما اجي اكلمت بتعرابي وتكشميلي وتعميلي حاجات غريبة كده انا؟ لا خالص جال؟ اتعرفيش تجدبي على فكرة؟ لا والله بجد اصلا انا كنت ملخومة شوية عشان ماي كانت معايا ما كنتش عايزة سيبها لوحدة اه مي دي اللي هي خطيبة اخوكي صح ان شاء الله هيتخدبه قريب اه اللي هم اصلا كانوا قاعدين مع بعض ومنفضلنا كلنا ايو بالزبط زمان وشك دلوقتي احمر ومكسوفة وعايزة تتصور وانت بتحب الصور قوي كده؟ اكتر حاجة في الدنيا بس عادي يعني ممكن تبقى تاني اكتر حاجة في الدنيا عادي طيب وانت ليه بتحب التصوير قوي كده؟ لا دي قصة طويلة حزينة بتحب تسمعيها؟ اه مصدي وستي من انا صغير ما كنتش بحب الصور خاص حتى الصور العائلية اللي كنا بنتصورها مع اهالينا وكده كنا بروحوا للستوديو ونوقف زي التلاميذ وكده ما كنتش بتيجي معايا خالص كنت مضطر يا بالزبط كده حتى في ابتدائي واعدائي ما كانش لها صور كتير كلها صور ملايا بتاعت المدرسة اللي كنا مضطرين نتصورها وكده لحد ما في يوم انا فاكل كويس اليوم ده كنا في تلتة سنة كانت اول بنت حبيتها في حياتي فاجأة لقيتها بتندهني علشان اتصور معاهم هي وصحابنا وكده الدفعة بتاعتنا يعني فاجأة لقيتنا في سيف ثانية بجري واقف جنبها وبتصور صحابي كلهم استغربوا لانهم كانوا بينادوا علي كتير علشان يعني اتصور معاهم انا كنت بنفض و لا بحبش اتصور خالص امها يعني ما كانش في حد يعرف ان انا بحبها من احنا صغرية ولا حد هي اساسا وكانت الصورة دي بداية حكايتنا مع بعض هي كانت مجنون التصوير يعني بنأكل بنشرب بنمشي بنركب كل حاجة بالنسبة لها تصوير لحد ما في يوم كنا ركبين مركبة واحد صاحبنا ما بيعرفش يعوم فجأة واع فنين كلنا جرينا عشان نلحق وفجأة هي جريت على الكاميرا وعايزة تصور اليوم ده اتخنت معا اخناها جامده جدا قس عمري ما انسى اردها علي في اللحظة دي قالتلي اليوم هيخلص والذكرة هتنتهي واللي هيفضل من الحدوتة هي الصورة دي اللي هتفكرنا هتفكرنا بحبيب فارق بصديق سافر بأخ هاجر بصاحب بعد كل حاجة هتخلص معا ده الصورة هي اللي هتفضل موجودة وبعد سنين تأكدت من كلامها انه كان صح ليه اللي حصل عشان هي كمان راحت سبتوا بعد لا الله يلحمها واتشت ما تخليش حاجة تفوتك